اليوم راح نسوي رز بالحكاكة مقرمش يشبه رز الايراني بس من غير البيض والحليب بطريقة مضبوطة تحتاجون قدر يكون جرانيت او تيفال مضلي حافاتها مدورة مثل هذا نغطي القاعدة كلها بزيت انا مستعملة زيت ودهن حر وكاتفة لكم المقادير مضبوطة بالكوب يعني احنا نستعمل تقريبا ثلاث كوب من الدهن هاي الورق غار هاي اضافات اختيارية على ذوقكم ننزل كوب ثلاث كواب تمن بسمتي منقوع نص ساعة كل ما تنقعون الرز كل ما يحتاج مي اقل وهذا شي ساعدنا انه يستوي بسرعة مي عجن نقلبه شوية حتى يتغطى بالزيت ونزل زعفران منقوع بالمي الحار لازم تنقعون الزعفران حتى ينطيلون كل ما يبقى فترة اطول بالمي احسن يعني فترة ربع ساعة ونزل مي يكون قدر الرز يعني ثلاث كواب بثلاث كواب تشوفون المي شوية قليل بس رح يستوي لان انا منقعتها مخسول ومنقوع ورح اخليه على حرارة عالية انا ضفيت شوية صبغة اللوزينة يمكن انا الزعفران اللي اندي مواصلي ما نطلون قوي فحطيت شوية صبغة اللوزينة وخليه على نار عالية لحد ما ينشف ينشف كل جيد بس ينشف رح اضف هذه الورقار اشيلها من الصباح وهنا نتخلوه ينشف زين بحيث تسمعون صوت يعني نصي النار على نفس العين اللي انا حاطت عليه ما رح حول على عين ازار اذا حسيتوها عالية حطوا حديدة واقعة خليه ما بين 20 دقيقة نص ساعة من اشوفه نشف زين اذا تحبون تقلبوا اذا تحبون ما تقلبوا ممكن بس انا رح اقلبها بس من الوسط لان اريد يصير مفلفل بس ما اجيت على الاطراف ولا انطخيت بيهم وارجع ساويه شي واعوفه الحد ما تبدي الحافات تتقسب اسمع صوت وابدي اشوفها تنفصل يعني لما احرك الجدر اخبه احسها انفصلت من تشوفون الحافات مال الرز بدت تتقرمش وصير ذهبية صار الرز مالتكم جاهز نحمص شوية زراشك ولوس هاي حباشات بطافية مثل ما قلت لكم هو طريقة الاصلية يحطوا لبيض واللبن حتى يطلعب هالطريقة بس انا سويت شي بديل شوفوا لي هالمنبر سامعين القرمشة رهيب ويالدهن الحر خصوصا يجنن راح اتسوون شي يعني فاخر للاعزايم نزينه بالزراشك واللوز وريحة هذا التمن اذا شي رهيب والحلو بي يتقطع ويبقى حار فترة طويلة حتى لو قلقتوا قبل ما يجونا طيوف برغم انه هو قطعة وحدة لكن من داخل فلفل التمن حبه بحبته هسه راح اشوفوكم اياه شوفوا شلون نثري من الداخل الحكاكم قصبة والتمة النثري ان شاء الله تجربوها لهذه الوصفة اللذيذة وتدعو لي عليها ولا تنسون تشتركوه بالقناة